هذه الكلمة موجهة إلى مقطع فيديو نشر لرجل يسمى بإسماعيل بوب ودعا في هذا المقطع إلى أن تتولى المرأة رئاسة القضاء ودعا فيه أيضا إلى مساواة شهادة المرأة مع شهادة الرجل وأنا أعتقد أنه أيضا تعيين امرأة في رئاسة القضاء إذا تمها سوف يكون نغلة مفاهيمية فيما يتعلق بمسألة شهادة المرأة يعني لمن يرون أنها تساوي مثلا في بعض الغضايا الشرعية والغضايا الأخرى إنها تساوي نس شهادة الرجل فإذا استطعنا أن ندفع بإمرأة إلى سدة رئاسة القضاء فده دفع غوية جدا جدا في وضع المرأة في إطار المساواة من حيث الشهادة في كافة القضايا وهذا الرجل هو قيادي بقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين الشيوعيين وهو لما قال الكلام ده قال النفس إنه وجاب حاجة جديدة إنت ماجبت حاجة جديدة وإنما انت مقلد الكلام ده قالوه الكيزان من قبلك انت قالو القرضاوي وقالو الترابي وانت مشيت في نفس الدرب بتاع الكيزان أولا دعا إلى أن تتولى المرأة رئاسة القضاء وقال ده نقل مفاهيمها وكلام ده أولا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا الدليل من الشرع قال الله سبحانه وتعالى في صورة الأحزاب ربنا قال وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأاتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله تطيعنا الله وطيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اطيعنا العلمان ده ولا اطيعا غيره الله قال ما تطلع هو قال تطلع وبعد ما تطلع كمان تكون قاضية على الناس والمنع بتاع النساء هنا يا أخواننا ما منع مطلق ما معنات إن المرأة لو خرجت من البيت بتاعها خلاس حرام في ضرورة المرأة مثلا ممكن تطلع تمشي المستشفى مع زوجها أو مع أحد المحارم بتاعنها أو تمشي تدعلم العلم الشرعي وغير من الضروريات فده بجوز فده بجوز يا أخواننا ما فيه أي إشكال والإسلام لما منع خرود المرأة من البيت ده حفاظا عليها هي ذات حفاظا علي نفسها لأن المرأة لما تطلع وتمشي بره بتدعرض للفتن ابتدعرض للمشاكل اللي قاعدة تتعرض لها النسوان الليلة في الواقع بتاعنا نحن السودان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وبوبدا دمنا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ربنا قال في صورة النور عنه هو وعن أمثاله ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون أما من السنة على إن ما بجوز للمرأة إن تبقى قاضية أو تبقى رئيسة أو وزيرة ما جاء في صحيحة الإمام البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد أن كدت أن ألحق بأهل الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قال فنفعني الله تبارك وتعالى بهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألحق بهم ولم أقاتل معهم ولم أجهدها لا مقاتلاً ولا ناظراً فدمن السنة ما بجوز إن المرأة تبقى رئيسة أو تتقلد رئاسة أو تتقلد وزارة من الوزارات وكلمة قوم هنا في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة كلمة قوم هنا بمعنى الرجال قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واستدل بقول الله سبحانه وتعالى في صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولما انجل النساء قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهن في أخواننا شرعاً ما بجوز للمرأة إنه تبقى قاضية أو تبقى رئيسة أو تبقى وزيرة ده شرعاً من الدين أما عقلاً وده الكلام اللي هم بيستدلوا بيو بيستدلوا بالعقل كده عقلاً ما بجوز واحد عقلاً في حيوان من الحيوانات أنكر إن المرأة تكون ملكة على الرجال إتعاق لك وين يا باب ده الهدهد الهدهد أنكر على قوم سبا إن تكون المرأة هي ملكة عليهم ربنا قال عن سليمان عليه السلام وتفقد الطيرة ودفو دليل يا أخواننا على إن سليمان عليه السلام بيتفقد الرعية وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ربنا قال فمكث غير بعيد فقال جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم شوف الهدهد إدعجب من الناس ذيل إن تكون المرد ملك عليهم تعجب إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم إلى نهاية الآيات شوف الناس ذيل لما نولوا الأمر بتاعهم ليمره ليمره ما أفلحوا عشان كده أخواننا ده بيبين لينا صدق لاما النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ونولوا أمرهم امرأة لما الملكة ده بيقت عليهم ملكة وبيقت تأمرهم وتنهاهم عبدوا الشمس من دون الله سبحانه وتعالى فده عقلاً ساكت الهدهد ده تعجب من الكلام ده ده عقلاً اتنين عقلاً المرأة يا أخواننا لا تكلف بأعمال الرجال ما ممكن تتكلف لك مرأة بعمل بقولهم رجال القضاء مثلاً دمين أعظم الأعمال البقوم بيها الرجال والمرأة ما بتقدر تناقش الخصوم ما بتقدر تناقش المجرم دا وتناقش المجرم داك وتسمع من داك وتجيب شهادة داك وتنادو المحامين وكده ما بتقدر لشنو؟ لأنه مرات في بعض المجار مع الواحد لو عاية للمرأة كده في وشها بيدعا الله لحد ما تدنقر هزاته فده عقلاً المرأة لا تولى أعمال الرجال ثلاثة عقلاً الرجل دا قوام في البيت الرجال قوامون على النساء فكيف تكون المرأة هي قوامة على دولة كلها؟ كيف؟ كلام دا ما بيستقيم عقلاً باعداك في واحد بيناقش فيه قال عنده دليل على إنو المرأة ممكن تبقى قاضية أو رئيسة أو وزيرة أو ملكة قال الدليل بتاعه ربنا قال مدح ملكة سبا قال مدحة وقال هس الواقع قال تيريزة ماي قال حاكمة بريطانيا أول حاجة الكلام دا نحنا قلنا له وين المدح بتاع ربنا سبحانه وتعالى لملكة سبا وين ما جاب ما في بعد ذاك لما نهم ولوا الأمر بتاعهم للمرأة هل أفلحوا؟ هل نجحوا؟ ما نجحوا؟ بل إنو هي طمسط العقيدة بتاعتهم الصحيحة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريكة له أما تيريزة ماي دي هس شالوها؟ شالوها شالوها ليه؟ مع سؤال شالوها ليشنو؟ شالوها لأنه هي ما نافعة وإن لو كانت نافعة كانوا خلوها شالوها لأنه ما نافعة وده برض فو دليل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة في أخواننا شرعا وعقلا ما بجوز للمرأة إنه تبقى رئيسة أو تبقى قاضية أو تبقى وزيرة أما المسألة الثانية لما قال نساوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل ده باطل أولا يا أخواننا في سؤال من اللي قال إنه شهادة المرتين بدعادل شهادة الرجل واحد قال الكلام ضمنه ده ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال في سورة البقرة في أطول آية في القرآن اللي هي آية الدين الآية 282 ربنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم ربنا قال فإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان ده الله قال كده إتت دخلك شنو إتت محشر نفسك هسين شنو إتت داير تجيب لي نفسك البلاوي هنا في الدنيا وبعدين يوم القيامة ربنا قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لشنو لي مرتين لشنو مرتين بعادلا ها شهادة رجل واحد لشنو ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إتت ما تت معا في القرآن الكريم وأفهم الفهم الصحيح عشان إت ذاتك تستضيبه هنا في الدنيا وبعدين يوم القيامة تضل يعني تنسى ودحل كثير من النسوان يا أخوان بس أنا أديكم سبب واحد بخلي النسوان ينسى واحد والأسباب الثانية دي خليها هس الأعمال اللي بيتقوم بيها المرة في البيت الأعمال اليومية دي دي والله براها بتكفي إنه المرة تنسى يا أخي شوف المرة دي من الصباح بتعمل شنو بتقوم تصلي الصبح صلة الصبح بتقوم بتعمل الشاي جهزت الشاي بتتوير الشوف على الصغار بتاع الروضة بتقوم بتجهزه وبتتوير بتاع المدرسة تقوم تجهزه وبتاع الروضة تتطلعه الترحيل برا ولما نمشوا كلهم بتقوم بتجهز الشاي اللي يزوجها وكده وبكون باله مشغول بتشوفه على الطالع يديل لحد ما يجوا راجعين كان ما شافتهم تاني باله ده بيكون منشغل لما نتهي البرنامج ده بيبدأ برنامج جديد بيبدأ برنامج الفطور وتنظف البيت وتجهز وكمان في نسوان اللي يعينهم بيقرن العلوم الشرعية اللي يعينهم يثبتن بعد ذاك بيبدأ برضو برنامج جديد بتجهز الغداء ولما نشوف عجو راجعين بتجهز لومن لكن لانه ما بيستحملوا وقعدوا لحد الساعة ستة وكده بتجهز لومن الغداء وكده 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 والبرنامج ده وكون ماشي وعندها أبوها بيجاي وعندها أمها وعندها ضيوف معاه في البيت دي كلها مشاغل عشان كده ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق ما عارف النقص بتاعه وين ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأنا أضرب لك مثال هسي إنت لو اشتريت تلاجة بتاع التلاجة ده بديك معاه كتالوج الكتالوج ده بيقول ليك أمشي بالتعليمات اللي في الكتالوج لو أنت مشيت بالتعليمات اللي في الكتالوج دي ممكن التلاجة دي تقعد معاك أطول فترة ممكنة صحيح؟ أيوة صحيح لكن لو ما مشيت بالتعليمات دي ممكن التلاجة دي تبوض في أسبوع واحد ليشنو؟ لأن كتا ما اتبعت الحاجات بتحت الزؤل اللي صنع التلاجة دي ياخذ ربنا سبحانه هو تعالى فإنت ما تتدخل في أمور زي دي بعدين نحن بنسأل سؤال هل الحاجات زي دي بتقدم البلد؟ يعني هس ما سأل نقول المرة دي بيقى تقاضي هل ده بيقدم لين السودان؟ السودان ده ما بيتقدم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة مهما شلت ده وجبت ده وشلت ده وجبت ده وختيت مهما عملت سوفت لو كملتها مية رئيس تشيل ده وجب ده البلد ما بتصلح إلا بالتوحيد والعقيدة الصحيح الدليل شنو؟ ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة الشرط شنو؟ الشرط لتحقيق الأمن والاستقرار وأرقد العيش وأنه يكون في تعليم تمام وتكون في صحة تمام وتكون المعايش بتحت الناس يسيرة الشروط ينو؟ على الشروط زي ما بيفعلوا الليلة الناس نطلع مظاهرات في الشوارع ونقول تسقط بس؟ لا لا هل الشرط إنه نحن نعمل إضراب عام؟ نخلي الشغل؟ ونمنع الناس من إنه يشتغلوا؟ هل ده الحل؟ لا لا هل الحل إنه نحن نعتصم في ميادين؟ ونجيب النسوان بيجاي والرجال بيجاي ويقعدوا ها؟ يخلطوا في بعض ويعملوا في الحرام؟ لا لا هل الحل إنه نحن نعمل متاريس؟ ونقفل الشوارع؟ ونمنع إخواننا المسلمين من إنه يمشوا في الشوارع؟ حتى إنه الناس يقولوا لو أن يد الله امتدت للمتاريس لقطعناها هل ده هل بيقدم البلد؟ ده هل بيخرب البلد ذات الشرط للاستقرار وللأمن وليرقد العيش شنو؟ ربنا قال يعبدونني لا يشركون بشيء التوحيد تنادي الله براه وما تنادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى تتوكل على الله وما تتوكل على التمائم وعلى الحجبات تتوكل على الله وما تتوكل على الكهان وعلى العرافين وإلى الدجالين وما طب بالقباب والأضرحة وتخلي مكة هناك تخلي مكة اللي ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق تخلي مكة وتعمل لك طواب يجاي وتقول إن فاتك الحج في الحجاز ما يفوتك في بحراز التوحيد يا أخواني يقول بحقق الأمر وبحقق الاستقرار وبصلح البلد وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى شنو حتى يغير ما بأنفسهم وخلاصة الكلام ده يا أخواننا أنا أختصر وأختم بالكلام ده إسماعيل بوب ده وغير من الناس ديل بصراحة شديدة ديل من الناس المعارضين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي زول بعمل الكلام ده شوف ربنا قال عنه في سورة طه شنو ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم